طيب عايزة أسألك شريف من خلال التصفيات الإفريقية بشكل عام هل هناك مفاجآت شفتها في الـ 24 منتخب اللي تأهلوا؟ والله كابتن ما شفتش يعني ممكن بس أنا ممكن في مجموعاتنا كنت متوقع مضامة ثانية دي بصراحة كنت متوقع أنهم عملوا في مفاجأة كمان بالنسبة لي كات كاف فيردي كاف فيردي أنا حاسس أن فيتوريا هو اللي كان مخليها مرعبة لا لا ما قدام غيرك قدام المنافسين ده فيتوريا خلى مزنبيك مرعبة صحيح بس هم قدموا مستوىات حتى بعيدا عن مصر قدموا مستوىات رائعة لكنك باعتبارك كنت متابع أو المنتخب السوداني شفت تأهل السوداني إزاي وخروج غنى المغزي ده إزاي ما كسبوش ولا ماتشوت عدله ثلاث ماتشات فقط لغير بزبط يعني أنا خسارة أو عدم ترشح موريتانيا طبعا أصاب العربي بنحب الموريتانيا يعني باكى أحد المحللين الموريتانيين في الستوديو تأثرا لأنهم كانوا حطين أمال ولكن أنا ما قدرش ألوم المنتخب المصر لا 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 وبتطفق تماما مع السياسة نمضينا أربع تجوان في آخر خمس دقائق وأنا كمان بتطفق مع سياسة كابتن حسامي يمكن حضرتك استعرضت في حلقة الأمس اللاعبين اللي أصبح عندهم تنفيل دولي قبل كابتن حسن بالزبط وزلكا بالمناسبة العيب هايل جدا وعايز أقول لك كابتن ممكن يكون هو الجناح الأفضل في عملية التحولات زلكا في مباراة سيراميكا السوبر والدوري عمل التحولات بشكل مميز جدا فكابتن حسام واضح أن حسام عبد المجيد بالمناسبة عمل مستوى كبير جدا لما شارك وعنصر هايل جدا عمر فايد كمان جاي في السكة يعني السياسة اللي بينتهجها كابتن حسام حسن أنا بتفق معافيها 100% موسيقى موسيقى